ودلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز الأهم الأنباء مع ياسر التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز على الأخبار من التليفزيون المصرية شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفلة ختام النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم والذي أقيم في النصب التسكري لإحياء الإنسانية الميموريال وفي ختام الحفلة ألقى رئيس السيسي كلمة بعثة من خلالها رسالة من مصر للعالم دعا فيها لاستنهاض العزائم وإنقاذ الأرادة للضمير الإنساني لتحقيق البناء والتنمية كما دع رئيس السيسي إلى تنحية الصراعات جانبا وامتلاك القدرة على إدارة الاختلاف من أجل أن يظل العالم باقيا ينبض بالحياة ومفعما بالإنسانية وقد شهد الحفلة الختمية عرض ملخص لفعاليات المنتدى هذا العام كما استمع الحضور أو استمتع الحضور بمشاهدة تعرض سكاي دايف مبهر زينا سماء الميموريال فضلا عن عرض ثلاثة أفلام تعبر عن قيم السلام والحوار والإبداع كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة منتدى الشباب العالم بتفعيل مبادرتها بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة وذلك بالتنسيق مع رأسة مجلس الوزراء والجهات المسؤولة كما كلف الرئيس السيسي إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتكليف مجموعات شبابية للمشاركة الفورية في إجراءات إعداد قمة المناخ السابعة والعشرين بشرم الشيخ ووجه الرئيس السيسي مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل لتحقيق امتداد أفريقي للمبادرات التنموية المتحقيقة في مصر ووجه الرئيس السيسي كذلك الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب العربي والأفريقي لتطوير مهاراتهم لمواجهة المتغيرات الناجمة عن كورونا والصراعات الحالية كما كلف الرئيس السيسي إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفعلي دائمة للشباب لتبادل الرؤى والأفكار على أن يتم عرض نتائجها بشكل دوري على مؤسسات الدولة وكلف كذلك إدارة المنتدى والجهات المعنية بإطلاق حملة دولية قوامها الشباب للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية واجه الرئيس السيسي بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة أعمار مناطق الصراع إقليميا وأعلن الرئيس السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني بحيث تقوم إدارة المنتدى والجهات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من النماذج الشبابية الملهمة جاء ذلك خلال الحفل الختمي لفعاليات النسخة الرابعة للمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ وشاملت قائمة المكرمين عددا من الشباب من مصر وعدد من الدول من بينها الولايات المتحدة والسعودية والصين والسنغال والكاميرون شهد حفل ختم مصرح شباب العالم تقديم مجموعة من العروض التي تعكس روح العديد من الثقافات ومختلف فنون الرقص والغناء والتمثيل والأداء وتضمنت الفقرات عرضا لفرقة ردال الفنون الشعبية من مصر وفرقة روك من نيبال فضلا عن تقديم عرض غنائي جديد للفنانتين ماريا وبيلار من باراجوي وعلى خشبت مصرح شباب العالم قدم العرض المصرحي سالب واحد الذي عرضا الذي حصل على أكثر من خمس وعشرين جائزة من عدة مهرجانات مصرحية وهو عرض من إنتاج أكاديمية الفنون مع دلفدون المصرحية وتدور فكرته الأساسية حول القصص الملهمة للأطفال ذو الهمم وأسرهم ويعد مصرح شباب العالم هو نقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب وتجمع الفنانين الوعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 912 متعفيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجماليون متعفين من الفيروس إلى 330714 حتى اليوم وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى أنه تم تسجيل 1111 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته لافتة إلى وفاة 21 حالة جديدة أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 201 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 190 في اليوم السابق وذكرت اللجنة في بيان أن 143 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا وأضفت اللجنة أو لجنة الصين الرئيسي أن بر سجل حتى اليوم الخميس 14580 إصابة مؤكدة ولم تسجل أي وفايات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636 حالة وسجلت الصين أيضا 42 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض وهي حالات لا تصنفه على أنها إصابات مؤكدة نهاية موجز التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الباصل